موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من برنامج كشق الصحافة الذي نسلط الضوء فيه على أهم ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية عن الأوضاع في اليمن نبدأ الجولة من موقع ياما مونيتر جاء فيه محافظ البيضاء يطالب الأمم المتحدة بتقصي حقائق جرائم الحوثي في اليمن في الشأن السياسي ولي عهد السعودية والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يبحثان ملفات اليمن وسوريا والإرهاب نذهب إلى تفاصيل التطورات في محافظة تعز حيث قال الموقع قتل 14 مسلحا حوثيا وأربعة من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي في معارك بين الجانبين وغراتي للتحالف العربي بمحافظة تعز وسط اليمن قالت المقاومة في بيان على صفحتها في موقع تويتها إن المواجهات التي دارت في وادي الضباب جنوب غربي تعز وحي عصيفرة شماليا مدينة إضافة إلى غرات الطيران في مديريتي ماوية والجند أسفرت عن مقتل 14 مسلحا حوثيا وإصابة العشرات ذكرت المقاومة أن المعارك التي وقعت خلال صد هجمات للحوثيين دون تقدم لطرف على حساب الآخر أسفرت أيضا عن مقتل أربعة من رجالها وإصابة ستة آخرين فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الحوثيين الذين لا يعلنون عادة عن قتلهم قالت مصادر طبية للأناضول إن طفلا قتل وأصيب ثلاثة مدنيين آخرين بقصف المدفعي طل أحياء الكوثر وعصيفرة وسط مدينة تعز نتحول إلى موقع الصحوانت ركز على عنوين وأخبار متفرقة بحاح يوجه بفتح مطار عدن وبمتابعة قضايا الجرحى والمصابين عنوان آخر زيادة انتشار المحطات المتنقلة لبيع البنزين في الأسواق السوداء في صنعاء في الشأن الاقتصادي معالجات اقتصادية لمنع انهيار العملة الوطنية من العنوين التي جاءت أيضا خبر حرمان ثلث الطلاب في تعز من التعليم يقول التقرير قال تقرير مركز الدراسات والإعلام التربوي إن الحرب والصراع المسلح في محافظة تعز تسبب في إغلاق أربعمائة وثمان وستين مدرسة وفي حرمان أكثر من مائتين وخمسين ألف ألفا من طلبة التعليم العام في تعز خلال الفصل الأول من العام الدراسي الحالي عام 2015 حتى 2016 من الذهاب للمدرسة لتحول بذلك دون تحقيق أحلامهم وطموحاتهم للمستقبل حذر المركز في تقريره أن أكثر من مائتين وخمسين ألف طالب وطالبة من طلبة التعليم العام في تعز يشكلون ثلثة طلبة التعليم العام بالمحافظة البالغ عددهم ثمانمائة ألف طالب وطالبة لا يرتدون المدارس بسبب الحرب والصراع المتأجج في المحافظة منذ قرابة سنة عن المحافظة المنسية التي تستغل ميليشيا الحوثي غياب الإعلام فيها وبعدها عن الاهتمام لتنفذ أنواع العقاب في حق أمنائها كتب علم حمد العقبي عن محافظة المحويت وعن محاولات الميليشيا إدخال المحافظة إلى حروبها المفتوحة وقال الكاتب كثيرون من أبناء المحافظة ما زالوا في السجون التي تخلص منها شعبنا اليمني في السادس والعشرين من العام الف وتسعمائة واثنين وستين والتي تحاول العودة من خلال تلك الثقوب التي وضعها عفاش في جسد الثورة اليمنية ها هو الحوثي يجد في المحويت مكانا لم يلقى فيه ما لاقاه في مدرسة من مدارس أمانة العاصمة مستغلا حرص أبناء المحافظة على محافظتهم إنه استغلال حوثي لسلمية المحويت ولثقافة السلم وطيبة أهلها فالتواجد محمد علي الحوثي بالمحافظة هو عين العبث بتلك المزايا ومحاولة مقصودة منه لجرها إلى حلبة حروبه الأكثر عبثا ولا داعي للمزايدة فقد ظهر جليا أنه مجرد حرص من طرف واحد فقط حيث لم نسمع صوتا لمن ينسبون الحرص لدواتهم لم نسمع لهم اعتراضا عن سجن أحد رغم إدراكهم أنه سجن تعصفي لم نسمع لهم أي تمساع لقول الحق ولا صوتا يؤكد حرصهم على سلمية المحافظة وما زعموه لأنفسهم يا ترى هل الحرص بنظرهم أن يصمت طرف واحد على كل المظالم التي تطاله؟ هل الحرص بنظرهم أن يبقى أناس في سراديب السجون الحوثية دون أبسط سبب أو مبرر لهذا الجرم التعصفي كيف إذن أنتم حريصون؟ وكيف تسمحون لأنفسكم التقمس بهذه الصفة التي ترفض المكوث لديكم لدقيقة واحدة؟ هل الحرص أن تستقبلوا قيادات الميليشيات الإنقلابية وتحردون الناس على قتال الشرعية؟ هذا هو حسب تعريفكم مشاهدين نبدأ بأبرز ما ركز عليه موقع التغيير نتمنى العاصمة صنعاء حيث قال الموقع قبائل الطوق حول صنعاء ترفض الاستجابة لطلب صالح والحوثيين التصدي لقوات الشرعية في عنوان آخر نقابة الصحفيين تدعو إلى سرعة إعادة جواز الحقوقي عبد الرشيد الفقي عنوان الموقع أيضا عن تفكيك أكبر شبكة إرهابية تابعة للمخلوع في محافظة مأرب إلى محافظة عمران ركز الموقع على توتر الأوضاع في لواء العمالقة التي تحشد الميليشيا لاقتحامه ويقول التغيير نت إنه علم من مصادر محلية أن الميليشيا الحوثية تقوم بحشد عناصرها في محاولة لاقتحام لواء العمالقة بمحافظة عمران وذلك بعد قيام أفراد لواء بطرد قيادات حوثية من اللواء في إطار التوتر بين الطرفين تسبب فيه قيام الحوثيين بتأخير صرف مرتبات منتسبي اللواء العسكري إلا عبر لجنة حوثية قالت المصادر إن أفراد لواء العمالقة قاموا برفع حالة التأهب ودرجة الاستعداد لصد أي محاولة للحوثيين للسيطرة على اللواء وذكرت المصادر أن التنسيق يجري بين رئاسة هيئة الأركان في الجيش الوطني وقيادة اللواء لدعمها في حال تفجر الوضع العسكري بين الطرفين خلال الساعات القليلة المقبلة نطالع من موقع الموقع أهم العنوين والأخبار مواجهة شرسة على أكثر من جبهة والطيران يستهدف منازل لقيادات حوثية في تعز الجوف 20 قتيلا من ميليشيا الحوثي بقصف لطيران التحالف على معسكرات تدريبية في منطقة برط العنانة ركز الموقع على تفاصيل الكمين الذي استهدف الميليشيا في نقيل سمارة في إب يقول الموقع أفادت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية بمحافظة إب للموقع عن سقوط قتلى وجرح من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح مساء أمس السبت في عملية للمقاومة في نقيل سمارة أكدت المصادر أكدت اعتراض المقاومة الشعبية لأحد أطقم الميليشيا المسلحة في عملية أسفرت عن سقوط من كانوا على متنه من العناصر بين قتيل وجريح وبإعطاب كامل للتقم بحسب المصادر نذهب إلى مصدر أونلاين ركز على التطورات الميدانية ومنها عشرة مسلحين حوثيين على الأقل سقطوا قتلى وجرح في المعارك التي شهدتها كاريش في لحج في الشأن الاقتصادي سلطات مأرب تتفق مع البنك المركزي وشركات الصرافة على إجراءات لمنع انهيار الريال نقل الموقع عن صحيفة عكاظ السعودية اللواء محمد الصوملي ينضم للشرعية ويصل إلى الرياض ركز الموقع أيضا على عملية جديدة لإطلاق الميليشيا الصاروخا باليستيا من مدرية أرحب وقال الموقع في الخبر قال شهود عيان بأن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للصالح أطلقوا ليلة السب صاروخا باليستيا من منطقة يحيص في مدرية أرحب شمال العاصمة صنعاء وأضاف شهود عيان أن الصاروخ أطلق من منطقة بين الجربتين بمحيط يحيص بالقرب من معسكر تدريبي استحدثته الميليشيا الحوثية بين مدريتي همدان وأرحب أفاد الشهود لمصدر أونلاين بأن دويا انطلاق الصاروخ سمع من المنطقة غير أن وجهته مجهولة وكان الحوثيون قد أطلقوا صاروخا مماثلا من ذات الموقع في أواخر العام الماضي باتجاه السعودية لكن قوات السعودية قالت إن الموظومة الصاروخية دمرت حال دخوله الأجواء الجنوبية للمملكة العربية السعودية اليمن صناعة الحرب وتجارة السلام كان هذا عنوان لمقال كتبته الكاتبة بشرة المقتري نشره موقع مصدر أونلاين وقالت الكاتبة خلفت الحرب في اليمن حتى الآن خسائر بشرية ومادية فادحة وبقدر ما تلخص هذه الخسائر فضاعة الحرب وألم غض العالم الطرف عن مأساة اليمنيين تكشف الحرب في مسارتها السياسية والعسكرية خسارة اليمنيين نخباً كان ينتظر منها في الظروف المفصلية التي تعيشها البلاد تغلب مصلحة اليمنيين أو على الأقل عدم استثمار نكباتهم اللاحقة لكن هذه النخب التي طالما أدهشت اليمنيين بأدائها في فترة سابقة لم تغلب سوى مصلحتها حيث تركت اليمنيين وحدهم ونجت بنفسها من حرب مفتوحة ومصاب عظيم صنعته سياسة النكاية والضعف التي مارسوها طوال سنوات ماضية منذ مطلع يناير الماضي يتذكر اليمنيون نخبهم الحزبية والسياسية والحقوقية وهم يغادرون سفينة اليمن الغارقة التي لا يمكن إنقاذها وقبل ذلك بأشهر عندما اتسعت جغرافية العنف بعد زحف الحوثيين والقوات التابعة لصالح على المدن اليمنية توارت هذه النخب وظلت تحمي مصالحها ولم تتخذ موقفا واضحا من العنف بصبغته اليمنية أنذاك وظلت في انكفائها السياسي حتى إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية التدخل العسكري في اليمن مع اشتداد وطيرة الحرب وتصاعد الانقسام المجتمعي أعادت النخب اليمنية تموضعها واصطفافها السياسي بين نخب مؤيدة لسلطة الرئيس هادي والتحالف العربي الداعم له وأخرى تدعم جماعة الحوثي وصالح للحصول في المقابل على استحقاقها من موارد الدولة التي نهبها الحوثيون وصالح مشاهدين نستارد من موقع نيوز يمن أهم الأخبار الرئيسية القاعدة تنفي صلتها بالهجوم على دار للمسنين في عدن مقتل عقيد للشرطة ومساعده في هجوم بالرصاص في عدن جنوب اليمن ركز الموقع على تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس هادي بالمبعوث الأممي إسماعيل الدشيخ في الرياض يقول الموقع أشهد الرئيس هادي بجهود المجتمع الدولي وبدور الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لوضع حد لسفك الدماء والتدهور الاقتصادي والمعيشي في اليمن نتيجة التمرد والحرب الهمجية التي فجرتها جماعة الحوثي وصالح في شأن متصل طالب هادي الحوثي وصالح بإظهار حسن النواية وبتطبيق بنود إجراءات الثقة التي تم التوافق عليها بين ممثلي وفد السلطات الشرعية وسلطات الأمر الواقع في مشاورات جنيف الثاني والتي عقدت منتصف شهر ديسمبر المنصر من العام 2015 تابع الموقع أكد أيضا أن النواية الحسنة وإجراءات بناء الثقة من خلال الإفراج عن المعتقلين ورفع الحصار عن المدن وإيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمحافظات المحاصرة منها تعز ضرورة ملحة تستدعي الإيفاء بها قال هادي إن الشعب اليمني قد حدد خياراته ورسم خارطة لطريق مستقبله التي تحفظ حقوق مواطني وترفع من شأنه من خلال الحوار الوطني ومخرجاته الذي استوعب كل قضايا البلاد بمختلف تفاصيلها وتحدد هذه الخارطة المصير ومستقبل اليمن الاتحادي الجديد وتوضح التوافق والإجماع ومن لا يزال يبحث عن أجندته الخاصة ومشروعه الفئوي الطائفي المناطقي الضيق بهذا نكون قد انتهينا من أبرز ما تقوله الصحافة اليمنية وقبل أن نستعرض ما جاء في الصحافة العربية اليوم نذهب إلى فاصل القصير ابقوا معنا مرحبا مجددا مشاهدين فلنذهب سويا إلى جولة الصحافة العربية تتصادر صباح اليوم البداية العربي الجديد تتابع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد علقت في عنوان بارز تفاقم أزمة الغذاء باليمن مع قطع المصارف خطوط الاقتمان تنقل الصحيفة عن مصادر مطلعة المصارف قطعت خطوط الاقتمان التي تمول شحنات السلع الغذائية لليمن إذ تحولت الموانئ إلى ساحات للمعارك ويواجه النظام المالي بالبلاد شبه التوقف التام فيما تخنق الإمدادات البلد الفقير الذي قد يواجه مجاعة كانت وكالة رويترز قد أفادت عن مصادر مصرفية وتجارية قولها أن المصارف تعزف بشكل متزايد عن تقديم خطابات الاقتمان التي تضمن سداد المشتري للثمن للبائع في الوقت المحدد للشحنات إلى البلد الذي يعاني من حرب بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي وكان العربي الجديد قد نقل في وقت سابق عن مصادر في البنك المركزي اليمني إنه لا تتوفر أي مبالغ بالدولار الأمريكي بغرض تغطية قيمة فتورة الاستيراد مشيرة إلى وجود أزمة خانقة في النقد الأجنبي منذ ديسمبر الماضي ويستورد اليمن أكثر من 90% من غذائه بما في ذلك الجانب الأكبر من حاجاته واحتياجاته من القمح والأرز لتلبية متطلبات سكانه البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة قال مصدر في التجارة تجارة السلع الأولية العالمية له نشاط في اليمن المصارف العالمية الغربية لم تعد تشعر بالارتياح لمعالجة المدفوعات ولم تعد مستعدة لقبول المجازفة أضف المصدر ما معنى ذلك؟ أن التجار أصبحوا مقيدين بمخاطر أكبر وعليهم أن يضمنوا فعليا الشحنات كاملة وعادة ما تصل قيمتها لملايين الدولارات وذلك قبل احتمال حصولهم على المال صحيفة الخليج اهتمت بمتابعة التطورات الميدانية للمعارك علقت تحرير الساحل الغربي بداية النهاية لمغامرة الإنقلابيين في اليمن تقول الخليج إن استعادت القوات المشتركة لميناء ميدي وإن تمكنها من تحرير مدينة ميدي في أربعة فبراير ووصولها مؤخرا إلى منطقة الخوخة الساحلية بتهامة يمثل نقطة تحول نوعية في مسار المواجهات والمعارك المحتدمة ضد الإنقلابيين واعتبر الخبير العسكري لطف عبد السلام حنيش في حديث للخليج أن استعادة ميناء ميدي مثل ضربة قاسمة ومؤثرة للحوثيين كونه أغلق أهم المنافذ التي كان يعتمدون عليها للحصول على الأسلحة المهربة من إيران وحزب الله اللبناني يضيف الخبير أن إلى جانب هذا أيضا الكثير من المقاتلين والخبراء الذين تم إرسالهم من هاتين الجهتين تسللوا إلى اليمن عبر هذا الميناء المتاخم لمحافظة حجة التي تعد إحدى المناطق التي ترتبط بحدود مشتركة مع محافظة صعدة معقل الرئيسي للحوثيين وقال حنيش تحرير ميناء ومدينة ميدي من الإنقلابيين هو فتح الطريق أمام قوات الجيش الوطني لاستعادة السيطرة على منطقة حارض الحدودية التي تمثل بامتياز نقطة انطلاق لتحرير محافظة حجة وصعدة وصنعاء وعمران وصولا إلى محافظة الحديدة التي تقع على الخط الساحلي جنوبا إلى صحيفة الحياة اللونونية تابعت الأوضاع الاقتصادية وقالت اليمن القطاع الخاص يواجه أخطار الحرب وتحديات هيكلية قالت الصحيفة وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت أن درجة الأخطار ارتفعت والتحديات تعمقت أمام القطاع الخاص في ظل الظروف الأمنية والسياسية المتدهورة إذ تعرض هذا القطاع لصدمات موجعة ووفقا للصحيفة فإن هذه الصدمات لم تقتصر على أزمة الطاقة والخسائر المالية أو على إغلاق أبواب الشركات والمؤسسات فحسب بل أيضا تعرض نحو ربع منشآته للدمار في المناطق الأكثر تأثرا بالحرب وبالتالي خسر مئات الآلاف العاملين وظائفهم أشار تقرير الوزارة الدوري عن المستجدات الاقتصادية والاجتماعية الذي ركز على تداعيات الحرب على القطاع الخاص إلى إغلاق 26% من المنشآت الأعمال في المناطق الأكثر تأثر بالحرب وبإغلاق 42% من المنشآت لفت التقرير إلى أن 95% من منشآت الأعمال المغلقة تعرضت للدمار المادي سواء جزئيا أو كليا وفقدت منشآت الأعمال العاملة في المناطق الأشد تأثرا بالصراع أكثر من 70% من زبائنها في المتوسط أخبار سيئة تحت هذا العنوان كتب أمجد ناصر مقالا في العرب الجديد وقال أمجد لا أخبار جيدة من العالم العربي الآن هناك من يواصلون حياتهم كالمعتاد وهناك من تبتلعهم البحار والمنافل باردة إن جوا طبعا من الحروب التي تمزق مجتمعاتهم ودولهم إربا الصور التي هزتنا من العماق وجعلتنا نشك في أننا ننتمي وهؤلاء الذين يقتلون بدم بارد إلى بلاد واحدة بل حتى إلى جنس واحد كلحت نفذت طاقتها المحركة صارت مصدر إزعاج من نوع آخر التعود أخطر ما يهدد الصور للإنسان قدرة عجيبة على اعتياد السيء حتى يجيئه الأسوأ ثم لا يلبث أن يدرج هذا الأخير في خانة التطبيع أي تحويل لغير العادي إلى عادي والاستثناء إلى شيوع واللا طبيعي إلى طبيعي معتاد لا يدير رأسا ولا يحرك مشاعر شيء يذكرنا بما يقوله المنظر الروسي الشكلاني شكلو فيسكي عن التعود الذي يلتهم على حد تعبيره الأعمال والملابس والآثاث والزوجة ومثل ما يفضي التعود إلى تطبيع غير الطبيعي فإن الكثير يفضي إلى القليل ليس الكثير من الصور والأصوات والروائح والملامسات ما يحركنا بل القليل هذا ما حدث فضت الكاميرات بالصور والاستغاثات انزلقت هذه من الشاشات ونزلت بيننا فزعنا أول الأمر ثم ما لبثنا أن اعتدناها وأخيرا طردناها من بيوتنا ومكاتبنا فماذا تفعل بيننا هذا ليس مكانها ماذا بوسعنا أن نفعل لها لننصرف إلى مسابقات الغناء والرقص ومهرجانات الطعام والأزياء والإسفاف منقطع النظير الذي يسمونه كوميديا أظن أن هذا ما يحدث اليوم للعربي الناجي من العصف إلى حين بالطبع لأن الخراب غير الجميل قادم ما لم تكن هناك وقفة تعيد ربط المحلي بالخارجية والوطنية بالعربية إلى صحيفة البيان والتي تابعت المعارك في أكثر من جهة قالت الصحيفة الشرعية لاحق الإنقلابيين تقول الصحيفة أيضا واصلت قوات الجيش الوطني في اليمن والمقاومة الشعبية التقدم نحو محافظة صعدة معقل الإنقلابيين وسيطرت على عدة مواقع مهمة في محافظة الجوف قال الناطق باسم المقاومة في محافظة الجوف عبدالله الأشرف قوات الجيش والمقاومة حررت مناطق مطلة على بير المهاشمة بالمحافظة بعد دحر ميليشيات الحوثي والمخلوع واقتحموا الجبال المطلة على بير المهاشمة من شمال الشرقي أضاف الناطق غنمت قوات الجيش والمقاومة مخازن أسلحة متوسطة وذخائر كانت بحوزة ميليشي الحوثي والمخلوع الصالح أما عن جبهة تعز فقد نقلت الصحيفة عن مصادر ميدانية إن القوات الموالية للشرعية شنت هجوما عنيفا على ميليشيات الحوثي والمخلوع في قرية المبهأ ما أسفر عن مصرع عدد من عناصر المتمردين وتطهير موقع تلة المعين قالت مصادر قالت مصادر عسكرية في قيادة جبهة المصراخ للبيان إن القصف أسفر عن تدمير عربة عسكرية للميليشيا وعن مصرع وجرح عديد من أفرادها فيما تسبب انفجار أحد الألغام في مدخل قرية القبع بمدرية المصراخ القريبة إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح بليغة صحيفة الاتحاد الإماراتي اهتمت بالجانب الغائب حاليا عن محافظة لحج التي تشهد وضعا أمنيا مترديا علقت الصحيفة الفن في لحج تنوع وانفراد تقول الصحيفة محافظة لحج لها تاريخ فني اشتهرت به بفضل أدبائها وشعرائها وفنانيها العظام والذي سجل فيها الأمير الشاعر أحمد فضل القومندان وعبدالله هادي سبيت وصالح فقيه وفضل محمد اللحجي والأمير عبدو عبد الكريم وغيرهم ممن شاركوا في صنع هذا التاريخ الفني وفي بناء أساسات هذا الفن الذي تميز عن غيره بتنوعه الفريد يقول نائب رئيس اتحاد أدباء لحج فؤاد داود محمد إن لحج تميزت بطابعها الخاص في مجال الأدب والفنون فكان لها لونها الإبداعي الذي ميزها عن غيرها في أسليب الشعر الحديثة والغناء اللحجي الأصيل المتفرد بأشكاله الطربية والسماعية وبرقصاته المتعددة قال داود لقد تفردت اللحج في كل شيء حيث وضع اللبنات الأولى للأغنية اللحجية على دعائم قوية ومتينة الأمير الشاعر والملحن الأمير أحمد فضل القومندان الذي أوجد للأغنية اللحجية الأصيلة طابعها الخاص ولونها المتفرد هكذا وصلنا وإياكم إلى مجموعة من رسوم الكاريكاتور نختم بها حلقات كشق الصحافة اليوم حتى ألقاكم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة